في مصر عالم كبير جداً بدأ يظهر بقاله كتير لحد ما كبر وبقى مجتمع بقى اسمه عالم التوك توك سوئين من كل الأعمار مرهقين شباب عواجيز ساعة أطفال بتلاقيهم سايقين بيصراحوا بالتوك توك كده عشان يأكل عيش منهم اللي سب صنعته وشغلانته الأساسية عشان التوك توك بيكسب أكتر ومكسبه سهل وسريع كل اللي محتاجه فلاشة عليها أغاني مهرجانات يفضل يلف في ليل ونهار يوركت عشان يوصل الناس اللي مش قادرة تمشي جوه المنطقة صدعهم بدوشته خبطه ورزع طول الطريقة في الآخر يتخنق معاها وعشان الأجرة أو ياخد أجرة كبيرة عشان توصيلها ما كملتش خطوتين وفي الآخر يلاقي نفسه عامل رقم كبير جداً في آخر اليوم ويروح بقى يجيبه مخدرات جنن على مراته وأطفاله في البيت زي ما عمل كده إيه جوه صابرين اللي شفنا النهاردة وعايز أقول لكم إن إحنا بنحاول في حلقات البرنامج ما نقربش لحل الطلاق أو في يعني بنخليه آخر الحلول ماشي بس في مشكلة قدامنا دلوقتي زي مشكلتك يا صابرين الوضع مختلف تماماً حتى مش عارف أقول إيه إنسان زي ده فعلاً أنا مش عارف أقول لك كملي معاه معلش أو أقول لك مثلاً يا ستي استهدي بالله ساعة الشطاء تعالي نحاول بس ده مدمن وكل الدكاترة اللي جوهم عندنا في البرنامج بيقولوا إنه لو جوزك مدمن مفيش فرص إن إحنا نحافظ على الأسرة مع مدمن فأنا بعيد كلام الدكاترة مش هتبي مقامن على حياتك مع ده كسر مصورة الغاز كأنه يضيع البيت كله يعني مفيش منه يعني لأ مفيش منه راجع أنا مش عارف أقول إيه بس صابرين خد منك راحتك النفسية خلك يعيش بتخدي مهدئات مد إيده على ممتك وعورها بيدرب البنت في الحيطة وجاب لها صرع ونقص إيه علاقة زي دي الخروج منها هو أكبر مكسب في حد ذاته بس هتخرجي منها إزاي؟ طب هتعملي إيه بعدها؟ تيقلي بعد الكلام اللي سمعناه سمعناه كلام المحامي السيد عبدالغاني المحامي موضوع نستخده حكم عليه بالطلاق خلاص ما قدمناش حل تاني غير إننا كمان بلد فيها قانون وكل التهويش بقى والكلام اللي هو عمل يقوله ده ما عجب عورلك وشك ولا يعرف يعمل منه حاجة ولا الهواء في الحقيقة كمان ما عنديش نصايح ولا كلام تاني في الموضوع ده أكتر من اللي قالوا محامي معنا النهاردة ده في الجانب القانوني طب العنف بقى أنت اتعرضت له بقى أنه جوزك بيشرب مخدرات عايز أقولك أنه في حاليا مشروع قانون بيتناقش في البرلمان المصري بضرورة إجراء تحليل المخدرات قبل الجواز تخيالي؟ عشان يبقى ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية خصوصا بعد ما أكدت دراصات كتير جدا وأبحاث مجتمعية بتتعمل أنه أهم أسباب العنف الأسري في مصر أن الزوج بيكون مدمن وبيشرب مخدرات أو كحليات كل دي حاجات إيجابية بتقول أنه فيه أوضاع كتير غلط في بيوت كتير في مصر هتتعدل وتتصلح خلاص بقى طب تعالين نتكلم تاني عن الطلاق يا صابرين لأنه أنا بقولك هو ما قدمناش حالة تاني صح؟ بس أنا عارفة ومقدرة تماما أنه حالتك النفسية وأنه صحتك دلوقتي مش هتخليك تعرفي تركزي لا في شغل ولا تعملي حاجة تتعبانة أكيد ومناخيلك مكسورة وعينك مش عارفة تشوفي بيها معكيش مؤهل غير ستة بتدائي بس على الأقل تقدر يتوصلي الجمعيات خيرية من اللي بيساعدوا حالة شبه حالتك وأكيد هيساعدوك بفلوس أو بعلاج صح؟ أو حتى وزارة التضامن الاجتماعي أكيد هيساعدوا هو قولي لي عملتي إيه يا صابرين أنا هستنى منك رسالة جديدة وعايز أتطمن عليكي ويرب يجعلنا سبب أنه الناس كلها تتعلم منك ومن قصتك ومن حكايتك ويعرفوا مخدرات أخرتها إيه ونبطل بقى مشا ناعدل مزاجنا ونيجي على عائلتنا مفيش حاجة اسمها كده بشكركوا جدا واستنياكم في قصة جديدة بس يكون قصة حقيقية باي باي